اشتركوا في القناة على الرقم طبعا يا شباب اللي مش عارف شلون يضيف بطاقة بنك وهمية في حسابه في متجر جوجل بلاي انا بحط لك رابط الشرح في اسفل صندوق الوصف تحت هذا الفيديو تدخل تشوف الشرح وتطبق نفس الخطوات في حسابك الخاص او في بريدك الالكتروني الخاص طيب بعد ما تقوم باضافة بطاقة بنك وهمية قم بعمل الخطوات اللي انت الان رح تشوفها قدامك في هذا البرنامج لكن في تغيير بسيط واحد اللي هو البينات اللي استخدمتها في الشرح تبع اضافة بطاقة بنك وهمية صارت بينات قديمة طيب وما عاد الجوجل يقبلها يعني المتجر اوكي فانت وش تسوي هذه قدامك بينات جديدة طبعا هذه البينات ايضا انا ما اضمنها انها تقعد لفترة شهر شهرين او حتى سبوع سبوعين يمكن حتى تنحضر بالثاني يوم او الثالث يوم وما عاد تقبل تنظاف في متجر جوجل بلاي فانا وش اقول لكم يا شباب دايما اقول لكم ادخلوا على قناتي في التليجرام رابط القناة في اسفل صندوق الوصف القناة انا بكون انا نزل لكم فيها بينات جديدة اوكي لان مثل ما قلت لكم والبينات اللي راح تشوفوها في شرح اضافة بطاقة بنك وهمية هي بينات قديمة اوكي يا شباب بينات شنو قديمة فانت تستخدم نفس الخطوات ونفس الطريقة فقط الشي اللي راح تغيرها هي البينات بدل ما تستخدم البينات اللي في الشرح استخدم هذا البينات تمام وايضا هذا البينات بعد فترة راح تكون قديمة فانت وش تسوي تدخل على قناتي تليجرام تابع القناة وكل شي بنزل فيها ارقام بنزل فيها بينات جديدة وايضا بنزل فيها جديد التقنية تدخل على القناة تشترك فيها ولما يكون في بين جديد لمتجر جوجل بلاي رح أنزلها في القناة تستخدم وظيفها في حسابك في الجيميل طيب أو في متجر جوجل بلاي وظيف بطاقة بنك وخلاص وكذا يمكنك بعدين تشترك من حساب آخر في البرنامج وفي جميع البرامج اللي تعطيه فترة تجربية طبعا مو بس هذا البرنامج تقدر تطبق عليه الخطوات في عدة برامج تعطيك رقم أمريكا عن طريق الفترة التجربية يعني أنه أنت لازم يكون عندك بطاقة بنك وهمية فمثلا بعد ما تضيف بطاقة بنك وهمية في حسابك في ملجر جوجل بلاي ويكون البين جديد رح تقدر تشترك في هذا البرنامج تقدر تشترك في هذا البرنامج وفي عدة برامج مثل هذا البرنامج مثل هذا البرنامج يعني برامج كثيرة جدا مدفوعة بحط لكم هي تحت في صندوق الوصف تشترك عن طريق البطاقة للبنك الوهمية أو رح تشوفها في قائمة التشغيل تمام يعني رح أسوي لكم قائمة تشغيل للبرامج اللي تحتاج إلى بطاقة بنك وهمية وإذا رح أسوي لكم قائمة تشغيل للبرامج اللي تكون مجانية بدون ما تستخدم يعني بطاقة بنك بدون شي وإذا رح حاط لكم قائمة تشغيل للمواقع المدفوعة لأن أنا بسوي شرح للمواقع المدفوعة اللي يحب يحصل على أرقام عربية سواء تركية سواء سعودية سواء مغربية سواء أي أرقام عربية رح تلاقيها أيضا تحس في صندوق الوصف فالمهم هذا هو برنامج الجديد وأنا أضفت بطاقة بنك وكل شي شوفوا بطاقة بنك وهمية وكل شي فقط بدخل على البرنامج الجديد اللي هو هذا البرنامج تمام أول ما تدخل عليه رح يطلب منك صلاحيات تعطيه سماح 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 كذا لحباب سوي له بسح مسح بيانات طبعا أنت لما تكون مستخدم جديد ما رح يفتح معاك كذا أول ما تدخل البرنامج رح يفتح معاك كذا شوفوا رح يقل لك جار الحصول على البيانات تنتظر الآن يقول لك أدخل رمز المنطقة يعني بداية الرقم اللي أنت تحب تحصل عليه تمام ودائما ما أقول لكم أنت مش ملزم أنك تختار نفس الكود اللي أنا أختاره تقدر تختار أي كود براسك المهم أنه يكون كود منطقة أمريكية تمام يعني ولاية أمريكية فأنا مثلا بكتب ستة ستة واحد وشوف إذا بيطلع لي أرقام ولا لا أوكي مثل ما تشوفوا قدامكم نطلع لي عدة أرقام وإنت إذا تقدر تكتب أي كود براسك وإن شاء الله يطلع لك أرقام فطبعا يا شباب هذا الشيء مهم جدا قبل ما تختار الرقم وتوافق عليه بالأول روح جربه في الواتساب عشان تعبك ما يروح على الفهاضي فمثلا أنا بختار هذا الرقم وبعطيه حدد على هذا الرقم تمام بعد ما تختار الرقم اللي يعجبك وتتأكد منه إذا هو يشتغل في الواتساب أو لا في بعضكم يقولوا أنا يعني أنا نفس الشي رح أختار عن ثقة مثلك لا أنا أنا بختار عن ثقة ليش عشان ما أريد أطول بالفيديو فقط لا أكثر بس أنت جربها لأن ما عندك شيء وراك طيب فالمهم أنا بختار على حدد هذا الرقم وأطيه على كلمة حسنة تمام بعدين رح يقول لي كذا أنت فقط تضغط على هذا الخيار اللي قدامك فترة تجريبية لمدة ثلاثة أيام شوفوها حتى قاعد يعني قاعد يقول لك يضغط هنا فالمهم تضغط على هذا الخيار ومثل ما تشوفوه وراح يقول لك فترة تجريبية لمدة ثلاثة أيام تمام عن طريق البطاقة الوهمية شوفوه هذا البطاقة الوهمية اللي هي الفيزة فأنت فقط تضغط على كلمة اشتراك طبعا أول ما تضغط على كلمة اشتراك الآن يطلب منك كلمة المرور طبعا كلمة المرور هذه اللي يطلبها منك هي الخاصة بحسابك الخاصة بشنو؟ بحسابك يعني كلمة البريد الخاص بك أو الجيميل فأنا الآن بكتب الكلمة الخاصة بحسابي وبرجع لكم وانت رح تكتب الكلمة الخاصة بحسابك طيب فبعدما يا شباب قمت بكتابة الكلمة الخاصة بحسابي تمام فقط اضغط على كلمة تأكيد وشوفوا الان رح يتم تأكيد الاشتراك وراح يقبل ما رح يقل تعذر اكمال الدفع ولا كذا لا رح يقبل الاشتراك ليش لان مثل ما تشوفوا قدامكم البين جديد وكل شي فانت ادخل على قناة تليجرام وراح نزل فيه بينات جديدة عم تقبل يعني طريقة اضافة بطاقة بنك ومية هي سهلة جدا وكل شي فقط ادخل على القناة وشوف البنات الجديدة فخلص بعدما تشترك ويقول لك تم الاشتراك تضغط على كلمة نعم دوما وتعطي حسنات وبعدما تضغط على لا شكرا طيب خلص كذا يكون اشتركت في الفترة التجريبية لمدة ثلاثة ايام وحصلت على رقمك اوك يا شباب هذا هو الرقم قدامكم فانا الان قاعد بالجوال الثاني اكتب الرقم في الواتسوب وراح افعله طبعا عشان يجيني الكود برسالة طبعا يا شباب عشان يجيك الكود برسالة لازم يكون الجوال لا توجد فيه بطاقة سيم كارد او الشريحة الخاصة بك فانا جوالي هذا اللي انا قاعد الان اسجل فيها الرقم لا توجد فيه شريحة وراح اصور لكم تمام يعني ما توجد فيه بطاقة وراح يجيني الكود من خلاله عن طريق رسالة شوفوها لا توجد بطاقة هنا يعني انه البطاقة مش موجودة فانا الان بضغط على كلمة التالي وبفعل الرقم ان شاء الله انه ايضا يطلع رقم شغال وكل شيء ويجيني الكود فبضغط على كلمة تم وخلاص كذا الان تدخل على البرنامج شوفو يقولي تم ارسال الكود الان برجع على البرنامج وبجي لقسم الرسائل هنا قسم الرسائل وبنتظر اذا ما جتني رسالة عن طريق الواتساب طيب شنو راح اصوي راح اضغط على خيار اتصل بي في حال ما جتني رسالة طيب او انت تقدر تطلب الرسالة من طريق الواتساب الرسمي الواتساب شنو الرسمي انا الان حطيتها في اعمال يمكن ما جاني من اعمال بس يمكن راح اجيني من رسمي المهم بنتظر الوقت لما يخلص وبطلب اتصل بي طبعا يا شباب مثل ما تشوفوا قدامكم الوقت خلص والان انا بضغط على كلمة اتصل بي وراح يجيني الكود عن طريق مكالمة من البرنامج مثل ما تشوفوا اجتني مكالمة طبعا ما اعرف يمكن انتم تسمعوني ولا لا بس انا الان بفتح المكالمة وبسمع الكود اشتركوا في القناة طبعا يا شباب مثل ما شفتوا اجتني مكالمة وقدرت انه اسمع الكود واكيد انتم يمكن سمعت الكود ما اعرف سمعته ولا لا فالمهم الكود هو جاني وسمعته والان انا بسجد الكود هنا هذا كان الكود التفعيل اللي انا سمعته تمام وانت راح تسوي نفس الشي وهذا قدامكم الرقم راح يتفعل بالواتساب والطريقة مضمونة وشغالة وكل شيء وكذا يكون انت حصلت على رقم امريكي لتفعيل الواتساب فالمهم يا شباب هذا هي كانت الطريقة وهذا هو كان البرنامج ايضا تقدر تسوي في الرقم اي شيء سواء تليجرام انستجرام اي خدمة ان شاء الله راح تستفاد من الرقم يلا كان معكم صادق ومع السلامة